من بغداد إلى الأقصى صوت فلسطين يغزح في قاعة الشعب أقامت دائرة الفنون الموسيقية حفلا تضامنيا مع شعب فلسطين الأبي تحت شعار هنا غزة قدمت فرقة عشاق الأقصى الفلسطينية التي جاءت من لبنان هذه واحدة من سلسلة من الفعاليات المهمة التي تقوم بها دائرة الفنون الموسيقية في وزارة فقافة والسياحة والأعثار وأيضا هناك فعاليات أخرى وندوات ومحاضرات والكثير من النشاطات المهمة التي تقوم بها المزارة من أجل نصرة كما أسلبت الأخوة في غزة والتضامن المهم والذي يحتاجه الشعب الفلسطيني هذا موقف ثقافي عبر من خلاله هذا الحفل عن هذه الرسالة الذي تؤكد أن الشعب العربي والشعب العراقي لن يكون إلا مع فلسطين في كل مراحل ثورته منذ عام 1948 حتى اليوم الفرقة قدمت خلال الحفل قرابة أحد عشر أغنية وطنية فلسطينية بحضور وكيل وزير الثقافة والسفير الفلسطيني وجمهور غفير من الشخصيات الأدبية والثقافية والفنية ومجموعة من العوائل الفلسطينية المعلن هي وقفة أو حفل تضامني مع هنة في غزة لكن الحقيقة هي ليست وقفة تضامنية فحسب إنما وقفة اعتزاز وتقدير وتناء واحترام لهذا الشعب الأبي القوي الشجاع العنيد الذي لم يتنازل عن مباديه وحقوقه وأرضه وبقى صامدا بوجه أعتى أعداء الأرض نحن اليوم من هنا من أرض بغداد الحبيبة جئنا لنقول أن فلسطين فلسطين هي الأساس فلسطين لن يكون هدوء ولن يكون أمان إلا بحلول عادلة للقضية الفلسطينية من نهرها إلى بحرها نحن كفركة عشاق الأقصى أتينا إلى العراق بغداد من أجل إصال رسالة من خلال لحن كلمات موسيقى ونشكر أهل العراق على استضافتنا وعلى مبادرتهم من أجل غزة ومن أجل أهل فلسطين وأهلنا عشاق الأقصى كانت صوتا للشعب الجبار الذي أصر على الثبات فهو يدافع عن قضية الوطن والأمة العربية جمعاء والهدف من هذا الحفل هو الحفاظ على التراث الفلسطيني ودعم الثورة وتربية الأجيال الفلسطينية للاستمرار على مقاومة الاحتلال لبرنامج الصوار الخير يا عراق علي الحلفي بغداد